الخبر ده الحقيقة هو بقى محطوط تحت الدراسة تعالوا نفكر فيه كده احنا بنشتغل كام يوم في الاسبوع يعني بنشتغل في دول بتشتغل الاوروبية بتشتغل خمس ايام في الاسبوع وبيبقى عندهم الويك اند او هو الجمعة والسبت والحد يعني بيبقوا اجازة الدول بتشتغل ست ايام وفيه ناس بيشتغلوا سبعة ايام طبعا في الشفتات لكن عايز اقولكو انه بقى فيه كده فكرة دلوقتي موجودة في بريطانيا وتجربة تجربة نجحة جدا انه هما يشتغلوا اربعة ايام ويخفض عدد ايام عمل الموظف في الاسبوع ويشارك عدد كبير في التجربة دي الهدف منها ايه يعني ايه فكرة ان احنا نشتغل اربعة ايام ونقلل لعدد ساعات هي انه يحقق التوازن ما بين الحياة والعمل يعني اللي هو انا هشتغل اربعة ايام شغل منضبط بعدد ساعات منضبطة بانتاجية منضبطة وحزود الانتاج لكن هيبقى عندي التلات ايام التانيين بتوع الاسبوع انا هكون واخد اجازة السؤال هنا بقى طيب هل ممكن تعميم التجربة يعني ممكن التجربة دي دول كتير تستفيد منها ايه الفوائد بتاعتها واضرارها ايه وهل هي فعلا ممكن تزود الانتاج ولا حد يقولك يا عم اربعة ايام ده من الحقش والشغل يقف والشغل يتأخر طيب بس لو دولاب العمل زي ما بينقول منضبط بالدقة والناس بتيجي تشتغل فعلا وتنجز وتنفذ الجدول بتاعها لا ليه ممكن جدا يتم الانجاز خلينا ناخد مزيد من الاراء ونعرف ازاي التجربة البريطانية دي هل ممكن تطبيقها وهل هي فعلا ممكن تنجح ولا لا دكتور رقفة يوسف استاذ علم الادارة والموارد البشرية مساء الخير دكتور رقفة شكرا مساء الخير تحورك ايه الحمد لله تمام يعني تجربة بريطانيا بعمل اربعة ايام انت بتشوفها ازاي هل فعلا التجربة دي ممكن تحقق يعني نفس الانتاجية او انتاجية اعلى ولا هي تجربة لسه ممكن تكون تحت التطبيق يعني يشوفوا قد ايه الموظف يقدر ينتج صح وبكفاءة الايام الزيادة ينتجها في اربعة ايام طيب هي نظريا كنظرية في الادارة هي نظرية بكل المقاييس نظرية نجحة هي تعتمد على فكرة زي ما حكي قلت كده التوازن مبين الحياة الشخصية ومبين العمل هي الفكرة بس الانضباط او اللي يكون فيه عندي الثقافة نفسها بتاعت المؤسسة او الثقافة بتاعت الدولة تبقى ثقافة منضابطة بمعنى انه انا في الفترة اللي الموظف هشتغل فيها الاربعة ايام دي فانا هضرب هنا اربعة بثمانية بثنين وثلاثين بدل مضرب اربعة في اه سرى ثمانية بثنين وثلاثين بدل مضرب ثمانية بخمسة بربعين الفكرة حاجة صغيرة انا بدور هنا على الانتاجية اه الاربعة ايام بدل الخمس ايام بتزود من درجة التحفيز عند الموظف فمفروض منطقيا لو فيه رقابة جيدة هيحصل ان الانتاج لديه وعندنا نمادل كتيرة جدا في الادارة يعني فيه نظرية مشهورة جدا في الادارة اسمها نظرية ثمانين وعشرين نظرية الثمانين وعشرين اللي اكتشفها واحد اسمه باريتو ده كان رجل اقتصاد ايطالي وكان لقى حاجة غريبة جدا انه البتيل اللي احنا بناكلها دي لقى تمانين في المية من الكور بتاعة البتل تيجي من 20% فتدره يبص عليها لقاها تنفع بكل حاجة تمانين في المية من الثروة فأي دولة مملوكة العشرين في المية من الأفراد فقال انه الانتاجية عشان تتيت بتاعة أي شركة او بتاعة أي دولة نإنه منأكد تمانين في المية من الوقت مع أهم 20% من المهام المطلوبة فلو احنا عريكنا نطبق هذه القاعدة نقدر في خلال أربع تيام هوفر كهرباء هوفر مواصلات هوفر طاقة كمان حاجة تانية في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعاني فيها الموظف نفسه لو ياخد ثلاث تيام أجازة ممكن يجد وظيفة أخرى يزود ديها داخله فده في حاجة ذاته هيخلي الموظف يبقى جيد أربع تيام وهو مبسوط لإحتاجه إن أنا الشركة بتعمل لي نوع من التحفيز المستديني ثلاث تيام عارف هي كمان إيه؟ هي كمان فكرة يعني أنا عجبني هي فكرة الموازنة ما بين الحياة والعمل لأنه أحيانا فيه ظروف ناس ما بيقدرش يسيب عيلته ما بيقدرش يسيب أولاده ممكن يكون بيشرف على أهله يعني فيه ناس لو مش هيشتغل في شغلة تانية لكن كمان هيقوم بكل الوظائف المجتمعية التانية اللي هو مسؤوليته يعني تربية أولاده أو إنه ينضبط أو إنه يشوف ده فهتبقى الدنيا أعتقد مختلفة طيب هل بقى السؤال التاني ده مثلا منقول إنه في بريطانيا لأنه خلينا نتفق إنه المواطن الإنجليزي مواطن بتاع عمل وعنده دولاب العمل بتاعه فيه من الروتين اللي هو معروف مش روتين بمعنى الكلمة السيئة ولكن النظام يعني منضبط جدا هل ده ينطبق على دول كتيرة في العالم أنا عارفة إن النظام كمان حيتم تطبيقه كمان في بلجيكا هل ده ممكن مثلا ينضبط يعني يبقى مطبق عندنا في علامنا العربي طيب السؤال طبعا كويس جدا السؤال اللي حاجة بتتأليه هو احنا دايما بنقسم ثقافات الدول إلى نوعين ثقافة الذكورية والثقافة الانثوية طبعا هي بتتفسر غلط للأسف إن الثقافة الذكورية هي الثقافة اللي فيها الرادي المسيطر لا الكلام ده مش صح لكن الثقافة الذكورية زي ما حذكرها واحد طبعا اسمه عبشة الدعالم إدارة شهيرة هي الدول اللي بتهتم بالوقت بتهتم بالجودة بتهتم بالانتاج وطبعا طلعت اليابان أعلى دولة في العالم في القصة صحيح معنى كده إنه هذه المبدأ اللي هو مبدأ الأربع تيام هينجح أكتر في الثقافة الذكورية اللي فيها الاهتمام بالعمل وبالوقت وبالجودة عالي جدا فهي يعني ما نقدرش نعممها تنجح ولا لا بس يعني أنا معلش تستوقفني ثقافة الذكورية يعني تقصد عالمنا العربي يهتم أكتر بثقافة الذكورية اللي هو ينجح أكتر برا يعني ولا إيه عشان بس نحددها لا الثقافة الذكورية هي الدول اللي هي بتهتم بالجودة بتاعت الفيء وبتهتم بالوقت يعني اللي يخلص النهاردة لازم يخلص النهاردة لازم يخلص النهاردة ما يخلصش بكرة فبالتالي الدولة دي هي للقضاءة الفكرة الأربع تيام هتنجح لكن لو أنا رحت للثقافات أخرى للثقافات الغير الذكورية اللي هو إيه الشعوب الكتالة شوية شيء طبيعي ده ممكن للأسف ما ينجحش عشان كده لو يا عم إنه بقى نخلصه بكرة لسه آخر الأسبوع الأسبوع اللي جايبة إن شاء الله إن شاء الله الإسبوع ده لو ما خلصش الإسبوع الجاي أول ويبقى موجودة عندك ما هي دي المشكلة يعني هي دي المشكلة إنه أعتقد هو نظام عمل يشد إقاع الحياة يعني حضرتك وأنت بتكلمني إحنا بنشاهد على الشاشة صور من بريطانيا أعتقد دي يعني يمكن لندن وحتى إقاع الناس ومشيهم الجدية للعمل يعني أنا رايح الشغل فأنا عندي شغل الجدية الانتظام الموعيد فإذن يمكن إحنا قبل تطبيق النظام ده محتاجين نطبق نظام للتزام بشكل عام يعني مؤسسات الهيئات الوزرات إنه يكون فيه اندباط بشكل كبير فبالتالي تقدر تطبق النظام ده بحقيقة وعشان كده مهم جدا دايما مدير الشركة مدير الموارد البشرية إنه بتدي يزرع بعض القيم المؤسسية اللي هدفها زيادة الانتاج القيم المؤسسية هذه عبارة عن بعض الأطلاقيات اللي احنا بنحطها في خطة الشركة عشان نزود الانتاجية زي الاتزام زي العمل الجماعي زي الإتقان ودي مش كلمات مفروض تتحطوا خلاص لكن أنا مفروض إن أنا أي حاجة في الدنيا عشان تجبر الناس إن هم يطبقوها عندك فكرة المكافأة وفكرة العقاب صحيح فاللي هيبقى متقن شغله هياخد مكافأة اللي هيقصر بشغله هياخد عقاب ولو ابتدى بشكل أو بآخر إنه يقدم شغله بشكل غير مقبول هيعيده تاني فهو مع الوقت يعمل إيه لا هعمله كويس من أول عشان مرجعش أعيده مرة تانية صحيح وأنا باتفق بحضرتك وأعتقد إنه كمان وقت الكورونا هو اللي خلى العالم لأنه العالم تحط في تجربة قاسية جدا الناس ما كانتش بتروح الشغل كان الشغل كله بيبقى أونلاين والناس كانت بتشتعل وفيه شركات يمكن أغلقت أبوابها وكملت الشغل من المنازل فأعتقد برضو أزمة كورونا خلت فيه تفكير بأن إحنا قد ننجز بعض العمل من المنازل ويبقى فيه نفس الدقة ونفس الالتزام بس هو راجع للمؤسسة وللموظف بحقيقة ويمكن بعض الشركات يا شفكي هانم بتعاني من حاجة مهمة جدا اسمها التراهل الوظيف إن أنا عندي إدارة فيها أربع خمس أشهار فيها تشتغل بشهرين بس وبالتالي كده ده يبقى مهمة جدا بالنسبة لي إن أنا أتأكد إن عدد الأفراد الموجودين هو العدد المثالي وفي نفس الوقت وينوف إنه العدد المثالي ده أخليه يشتغل أربع تيام بدل من خمس تيام فبالتالي هينجز كويس ويبقى الأداء بتاعه كويس جدا حالته النفسية هتبقى كويسة وفي نفس الوقت أنا كشركة مستفيدة إن أنا بوفر موارد بتاعه بدل من نشتغل خمس تيام نوفر موارد وبتخفف الطرق يعني حاجات كتيرة الحقيقة الإفادة كبيرة جدا بس المهم يكون فيه إنتاج الموضوع الحقيقة يستحق البحث وأعتقد إنها تجربة ربما تسفر عن اندماض عدد من الدول يعني مستقبلا فيه بنفس التجربة البريطانية دكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة والموارد البشرية شكرك شكرا جزيلا هذه أفكار دول الدول بتحاول تفكر طول الوقت لأنه نظام العمل ما بقاش زي زمان كل حاجة ممكن تتغير